السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم الجزء رقم 9 من شبط الرقم 6 أو فصل السادس سنتحدث عن Types of Wear الوير هو عبارة عن البري الميكانيكي وهو ناتج عن احتكاك أجزاء معينة من المكينة مع بعضها أو أجزاء معينة يكون هناك احتكاك نتيجة حركة هذه الأجزاء مع بعضها فيتم عملية بري لهذه المواد فتسمى Wear وهو نوعا Adhesive Wear أو Abrasive Wear Adhesive Wear عبارة عن Removal of material from the surface of moving equipment by momentary local bonding then bond fracture as a service أي أنه عبارة عن إزالة لجزء من سطح الماتيريال للمكينات المتحركة عن طريق أن بيحصل إيه؟ يحصل momentary local bonding أي إنسناء في هذه الفلكس التي تمت نتيجة لعملية الاحتكاج then bond fracture ثم تكسر من السطح وفي الغالب هذه تتم أثناء عملية مثلا الخراطة لأنه بيديني بري continuously متماسك مع بعضها عشان كده بتسميه Adhesive Wear أما النوع الثاني وهو l-Abrasive Wear وده عبارة عن Removal of material from the surface by the cutting action of particles في الحقيقة هذه النوعية بنلاحظها أنه هو بيقول أنه نشيل جزء من الماتيريال من صفح الماتيريال عن طريق ال-cutting action of particles باللاحظها في الحقيقة لما نيجي نعمل نوع من أنواع الصنفرة لأسطح الماء عشان نشيل طبقة الأجسادة اللي عليها اللي بيحصل نلاقي أن طبقة الأسطنفرة أو الماتيريال نفسه بيدي دي بري على شكل حبيبات وليس على طريق شكل أحاجات متصلة مع بعضيها عشان كده يسمى Abrasive Wear طيب تعال نشوف l-Abrasive Wear شكله إزاي؟ بيحصل إزاي؟ The expertise onto rough service may be initially be bonded يعني بيحصل بين جزئين يكونوا متماسكين مع بعض تمام؟ وبيتحركوا sufficient force breaks the bond and the surface slide عندما يحدث نوع من أنواع sliding لهذه الأسطح فإن هذه المنطقة اللي هم عاملين bonding مع بعض يحصل لها sliding وتبدأ تكسر طيب As they slide Asprides may be fracture Wearing away the service and producing debris فإن هذا الجزء اللي كان معمول له bonding بينهم وحصل friction بيحصل له عملية انسناء ثم يكسر ثم يخرج خارج المaterial ويسمى debris أو الجزء البري أما l-Abrasive Wear فإنه هيكون هناك سطحين كما نرى اللي بيحصل caused by either trapped or free flying abrasive reducing trough in the material holding up asprides that may be fracture into debris عندما يكون هناك سطحيني يتحرك مع بعض وهناك فرص لأن احنا لو قلنا أن هذه الجزئية بتتم في الحقيقة في عملية الصنفرة فأنا بابقى ضاغط بالصنفرة على السطح المعدن اللي بيحصل بيحصل أني مش بيحصل هنا تواصل فيه debris ده بيحصل أن cutting ليه البارتيجز زي ما احنا شايفين فايديني debris تمام بيحصل أني كمان ممكن يحصل بحاجة تانية يحصل أني عندي الأبريزيف أو ما يسبب عملية الأبريزيف يعمل expertise هذا ال expertise يحصل له انحناء ثم يكسر إلى debris